السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب أهلا وسهلا بكم في درس اليوم وهو متوازي الأضلاع وهو أحد دروس منهج الرياضيات للصف الثالث الإعدادي نبدأ بالأهداف اليوم الهدف الأول سنتعرف خصائص أضلاع وزوايا متوازيات الأضلاع ونطبقها وكذلك سنتعرف خصائص أقطار متوازيات الأضلاع ونطبقها نبدأ بالمفهوم ما هو متوازي الأضلاع متوازي الأضلاع هو عبارة عن شكل رباعي فيه كل ظلعين متقابلين متوازيين كما هو موضح في الشكل الظلع جيم باء يوازي الظلع دال ألف وكذلك الظلع جيم دال يوازي الظلع باء ألف كما هو موضح في المفهوم نبدأ الآن مع النظرية الأولى وهي عبارة عن أربع خصائص لمتوازي الأضلاع الخاصية الأولى هي في متوازي الأضلاع الأضلاع المتقابلة متطابقة كما هو موضح في الشكل ياء كاف الظلع ياء كاف يطابق الظلع ميم لام وكذلك الظلع ياء ميم يطابق الظلع كاف لام ننتقل إلى الخاصية الثانية وهي في متوازي الأضلاع الزوايا المتقابلة متطابقة وكما هو أيضا موضح في الشكل الزاوية ياء تطابق الزاوية لام والزاوية كاف تطابق الزاوية ميم أما الخاصية الثالثة فهي في متوازي الأضلاع الزوايا المتتالية متكاملة دعونا نتذكر معا ماذا تعني كلمة متكاملة؟ تعني كلمة متكاملة أن عندي زاويتين أو أكثر مجموعهما 180 درجة كما هو موضح في الشكل الزاوية سين والزاوية صاد زاويتين متتاليتين مجموعهما 180 درجة وأخيرا الخاصية الرابعة إذا كانت إحدى زوايا متوازي الأضلاع قائمة فإن زواياه الأربع قوائم كما هو موضح في الشكل الزاوية ياء زاوية قائمة إذن الزاوية كاف والزاوية لام والزاوية ميم أيضا قوائم دعونا الآن نطبق هذه النظريات في المثال الأول ماذا يقول المثال الأول؟ الشكل المجاور يوضح ذراع مرمى كرة السلة افترض أن قياس الزاوية ألف يساوي 55 درجة وطول الضلع ألف با يساوي اثنين ونصف قدم وطول الضلع با جيم يساوي قدم واحد الآن أوجد قياس كل من دال جيم كما نلاحظ من خلال الشكل فإن الضلع دال جيم يقابل الضلع ألف با وكما أخذنا في الخصائص فإن كل ضلعين متقابلين متطابقين إذن دال جيم يساوي قياس ألف با يساوي اثنين ونصف قدم الجزء الثاني من المثال أوجد قياس الزاوية با انظروا معي هنا في الشكل الزاوية با نحن أخذنا في الخصائص أن كل زاويتين متتاليتين متكاملتين الزاوية ألف والزاوية با زاويتين متكاملتين إذن مجموعهما 180 درجة إذن قياس الزاوية با زائد 55 يساوي 180 باستخدام خاصية الطرح للمساواة إذن قياس الزاوية با يساوي 180 ناقص 55 يساوي 125 كما هو موضح هنا 180 ناقص 55 قياس الزاوية با 125 الآن أعزاء الطلاب دعونا نتدرب معا أحضروا ورقة وقلم وهيا بنا نحاول حل التدريب السؤال هو استعمل انظروا معي هنا إلى هذا الرمز هذا الرمز يطلق على المتوازي أو يرمز إلى متوازي الأضلاء استعمل متوازي الأضلاء ألف با جيم دال كما هو موضح في الشكل لإيجاد القياسات الآتية أولا أوجد قياس الزاوية جيم قياس الضلع با جيم وقياس الضلع ألف با وقياس الزاوية دال ولكم دقيقة واحدة ترجمة نانسي قنقر أحسنتم أعزائي الطلاب وهيا بنا معا نتأكد من إجاباتنا أولا نبدأ بالسؤال الأول ما هو قياس الزاوية جيم قلنا سابقا أن في متوازي الأضلاء كل زاويتين متتاليتين متكاملتين إذن كما هو موضح في الشكل الزاوية با والزاوية جيم كما قلنا سابقا الزاوية با والزاوية جيم زاويتين متتاليتين إذن متكاملتين مجموعهما 180 درجة دعونا هنا نحل السؤال 180 ناقص 128 يساوي 52 درجة إذن قياس الزاوية جيم 52 درجة الآن ننتقل إلى السؤال الثاني وهو طول الضلعباء جيم طول الضلعباء جيم يساوي ثلاثة لماذا طول الضلعباء جيم يساوي ثلاثة نحن قلنا سابقا أيضا من ضمن الخصائص كل ظلعين متقابلين في متوازي الأضلاء متطابقين إذا كان طول الضلع ألف دال يساوي ثلاثة إذن طول الضلعباء جيم أيضا يساوي ثلاثة ننتقل إلى السؤال الثالث لإيجاد طول الضلع ألف باء ألف باء يساوي طول الضلع دال جيم كل ظلعين متقابلين في متوازي الأضلاء متطابقين إذا كان طول الضلع دال جيم يساوي خمسة إذا طول الضلع ألف باء أيضا يساوي خمسة ننتقل الآن إلى آخر السؤال وهو قياس الزاوية دال قياس الزاوية دال الآن سنستخدم خاصية مهمة جدا من خصائص متوازي الأضلاء وهي أن كل زاويتين متقابلتين متطابقتين فإذا كان قياس الزاوية باء كما هو موضح في الشكل يساوي 128 درجة إذن قياس الزاوية دال أيضا يساوي 128 درجة والآن ننتقل إلى النظرية الثانية وهي خاصة بخصائص أقطار متوازي الأضلاء انظروا معي إلى الشكل قطر متوازي الأضلاء ينصف كل منهما الآخر كما هو موضح هنا القطر الأول ألف جيم والقطر الثاني باء دال كل من القطرين ينصف كل منهما الآخر إذن ألف قاف يطابق قاف جيم وباء قاف يطابق قاف دال دعونا الآن ننتقل إلى المثال إذا كان الشكل راء لام ميم نون متوازي أضلاء فأوجد قيمة كل متغير فيما يلي هذا هو الشكل الآن السؤال الأول أوجدي قيمة سين برأيكم كيف نوجد قيمة سين هنا كما هو موضح في الشكل هنا قيمة سين في خصائص متوازي الأضلاء كل ظلعين متقابلين متطابقين الظلع لام ميم يطابق الظلع راء نون إذا كان لام ميم يساوي سبعة وعشرون إذن راء نون هو خمسة سين أيضا يساوي سبعة وعشرون كما هو موضح في الحل إذن خمسة سين تساوي سبعة وعشرين باستخدام خاصية القسمة للمساواة إذن سين تساوي خمسة وأربعة من عشرة الآن ننتقل إلى الجزء الثاني وهو إيجاد قيمة صاد انظروا معي هنا في الرسم انظروا معي هنا في الشكل هنا هذا القطر لام نون في متوازل الضاع بما أن الأقطار ينصف كل منهما الآخر إذن صاد زائد أربعة تساوي اثنين صاد ناقص خمسة أو نون قاف يطابق قاف لام كما هو موضح في الحل نون قاف يطابق قاف لام إذن اثنين صاد ناقص خمسة يساوي صاد زائد أربعة باستخدام خاصية الطرح للمساواة وأيضا خاصية الجمع للمساواة الناتج إذن صاد تساوي تسعة يمكن أن نوضح هنا اثنين صاد وباستخدام خاصية الطرح للمساواة هنا ناقص صاد تم نقل الصاد إلى الطرف الآخر بعكس العملية الحسابية أو باستخدام النظير الجمعي يساوي أربعة والآن نستخدم خاصية الجمع للمساواة إذن اثنين صاد ناقص صاد يساوي واحد وأربعة زائد خمسة يساوي تسعة والآن ننتقل إلى المثال الثاني في المثال الثاني اكتب برهانا ذا عمودين لكل مما يأتي انظري هنا إلى الرسمة والمعطيات والمطلوب ما هي المعطيات؟ في متوازي الأضلاع سين دال ميم لام متوازي أضلاع وأيضا عين صاد ميم لام متوازي أضلاع آخر في السؤال المطلوب إثبات أن دال سين المطلوب إثبات أن طول الظلع دال سين يطابق طول الظلع عين صاد دعونا الآن في البرهان البرهان طبعا في البرهان ذا العمودين كما أخذنا سابقا هو عبارة عن جدول يحتوي على خانتين الخانة الأولى تحتوي على العبارات الخانة الثانية تحتوي على المبررات دائما نبدأ في البرهان وهو انطلاقة البرهان عبارة عن المعطيات يوجد عندي هنا المعطيات في السؤال سين دال ميم لام و عين صاد ميم لام عبارة عن متوازية أضلاع وهذه هي الخطوة الأولى في البرهان كما تلاحظون الآن في الخطوة الثانية في البرهان فإن الظلع لام ميم هو ظلع مشترك بين متوازيين الأضلاع الظلع لام ميم يطابق الظلع لام ميم في المتوازيين كما هو موضح في الخطوة الثانية بما أن لام ميم يقابل الظلع سيد دال في متوازي الأضلاع إذن هذا الظلع يطابق هذا الظلع من خلال خصائص متوازي الأضلاع كل ظلعين متقابلين متطابقين و كذلك في متوازي الأضلاع الثاني كما تلاحظون من خلال الشكل الظلع لام ميم يطابق الظلعين صاد لأنهما ظلعين متقابلين إذن هذا الظلع يطابق هذا الظلع كما هو موضح في الشكل والآن الخطوة الثالثة بما أن لام ميم يطابق عين صاد و لام ميم يطابق دال سيد باستخدام خصائص متوازي الأضلاع لأنه خاصية الأضلاع المتقابلة متطابقة إذن نستنتج في الخطوة الرابعة أن دال سين تطابق عين صاد باستخدام خاصية التعدي للمساوة أشكركم أعزائي الطلاب على المتابعة لمزيد من التدريب انظروا الكتاب صفحة 154 الأسئلة من 2 إلى 9 ومن 11 إلى 13 بالإضافة إلى السؤال رقم 15 والسؤال رقم 23 وشكرا لكم وبالتوفيق